في مشهد ترسم ملامحه الدبابات والبنادق لقوى تصادمت مصالحها تبرز الجزائر بمقاربتها الملفتة في فك شفرة أزمات إفريقيا الأمنية المعقدة والمتزايدة بفعل فواعل وعلى عكس هرولة تطبع رؤية قوى أخرى تسارع للمد العسكري كلما أتيح ذلك تطرح الجزائر مقاربة متينة ومستدامة تقوم على تعزيز التنمية في إفريقيا ترى أنها الأجدر لإرساء السلم والأمن ومن موقع الطرح إلى موضع التنفيذ انتقلت الدبلوماسية الجزائرية معلنة عن مشاريع اقتصادية قاعدية متعددة الأوجه تجاري أدوارها في عمقها الاستراتيجي تفتح جسورا جوية مع نظرائها في القارة بتدشين خطوط جوية إلى جنوب إفريقيا وإثيوبيا والكاميرون والعين على دول أخرى تزامنا مع ذاك تدشن الجزائر أولى بنوكها بعواصم استراتيجية في عمق القارة ومنطقة غرب إفريقيا بنك الاتحاد الجزائري بالعاصمة الموريطانية نواكشوتا وآخر بالعاصمة السينيغاليا داكار وهم البلدان اللذان كانت الجزائر قد شنت خطوطا تجارية بحرية نحوهما وقبل ذاك أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قمة الاتحاد الإفريقية إطلاق وكالة للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية الإفريقية أعقبها ضخ مليار دولار للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة وفي البر تفتح الجزائر آفاقا استراتيجية ممتدة لتحقيق التنمية بشكل أكبر وأوسع بدت جلية بتشييد الطريق العابر للصحراء ومد خط الألياف البصرية وأنابيب الغاز من عمق إفريقيا نحو أوروبا عبر دول الجوار ولئن ركنت الدول في سياق التقلبات الدولية إلى المصالح على حساب الغير وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة تنضي الجزائر بإقرار دولي وثناء إفريقي بثبات مستندة إلى ثقالها التاريخي للبحث عن مفاتيح الأمن والاستقرار في عمقها الإفريقي وفق مقاربة متكاملة تنموية وأمنية وسياسية تعكسها الجوالات المكوكية لحل أزمات إفريقي عبر الحوار وفق مبدأي أن الجزائر مصيرها إفريقي وامتدادها إفريقي ولم شمل إفريقيا لا يكون إلا بمساعي الدول الإفريقية